أمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستخدام سلطته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زاكي ومحمد الباكر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قرارات الرئيس سواء في مضمونها أو في توقيتها تؤكد مجددا على صقة الكاملة في حرص الرئيس السيسي على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني بالصورة التي تتناسب مع دعوة له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة أكد المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان عدم وجود أي حقوقية من المنتسبين للحركة الوطنية داخل السجن بعد قرار خروج محمد الباقر وباتريك زكي وقال رشوان أنه جرى الإفراج عن أكثر من 1500 من المحبوسين منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسية مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص على نجاح الحوار الوطني وإيجاد مساحات مشتركة بين القوى السياسية كافة وأضف منصق الحوار الوطني أنه سيتم الإعلان عن جدول الجلسات النقاشية العلنية لقضايا الحوار الوطني الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر